نبقى في الثانوية العامة حيث يلجأ طلاب الثانوية العامة إلى الدروس الخصوصية منذ بدء الامتحانات ما يشكل عبءا كبيرا على كاهل الأسرة المصرية التي تأمل أن تسهم مشاهد تكدس الطلاب أمام مراكز الدروس الخصوصية في دفع وزارة التعليم لإعادة المدرسة إلى دورها الصحيح تجاه الطلاب تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي مشاهد مقلقة لآلاف الطلاب أمام مراكز الدروس الخصوصية ظهرت مع بدي موسم امتحانات الثانوية العامة وهي المشاهد التي أظهرت حجم الكارثة التي يعنيها نظام التعليم المصري باعتماد الطلاب كليا على الدروس الخصوصية وغياب دور المدرسة الدروس الخصوصية أصبحت مرتبطة بالثانوية العامة داخل كل بيت مصري لكن الظاهرة ظلت مرتبطة بالتواجد داخل المنازل وفي إطار ضيق إلا أنه هذا العام ظهرت مشاهد تجمع الآلاف من الطلاب في ساحات عامة ودور سينما لتلقي تلك الدروس التي يلجأ إليها جميع الطلاب للحصول على أعلى الدرجات للحاق بكليات القمة مراكز الدروس الخصوصية باتت ظاهرة تستحق تدخل الدولة في ظل تحقيقها أرباح طائلة في غياب إشراف وزارة التعليم أو حتى مراقبة حجم الإنفاق الكبير الذي تشهده تلك المراكز في كل عامة لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية يمثل عبءا كبيرا على كاهل الأسرة المصرية التي تأمل أن تسهم مشاهد تكدس الطلاب أمام ملاكز الدروس الخصوصية في دفع وزارة التعليم لعادة المدرسة إلى دورها الصحيحة ليعود إليها الطلاب ترجمة نانسي قنقر